مدفع الإفطار أصبح مدفع الإفطار من العادات والتقاليد المتبعة في مملكة البحرين إذ ينتظره الصغار والكبار كعادة تراثية وتاريخية فمن الجميل أن تسترجع تلك الذكريات التي رسمت في الأذهان ومن الجميل أيضا أن ينقل هذا الموروث الشعبي للأجيال القادمة واليوم تقوم وزارة الداخلية متمثلة بأفراد الشرطة المؤهلين باستخدام المدفع مرتدين ملابس الشرطة التقليدية القديمة للحفاظ على هذا الموروث بدأ مدفع الإفطار في ثلاثينات القرن الماضي تم استخدامه في ظل غياب وندرة أجهزة التلفزيون ومكبرات الصوت وذلك لتنبيه المواطنين بمواقية الصحيحة لمواعيد المساك والإفطار ابتدأ مدفع الإفطار على محافظتين وصار إلى أربع محافظات في وقتنا الحالي يعتبر مدفع الإفطار مؤشر للفرح والسرور على مر التاريخ لارتباطه بقدوم شهر رمضان المبارك حيث يتم إطلاق ثمان طلقات بعد إعلان رسل رؤية هلال شهر رمضان المبارك وكذلك ثمان طلقات بعد إعلان رؤية هلال العيد من مرحلة الاستعداد إلى مرحلة إطلاق المدفع إذانا بحلول وقت الإفطار مشهد أصبح عالقا في الذاكرة ويحرص المواطنون والمقيمون على حضور هذا المشهد التراثي والاستمتاعي بلحظاته المدفع وجد في الحياة عشان يخبر الناس اللي في أقاصي البلاد أن هناك وقت أو حان وقت الفطور فهذه التراث كان لازم نعلم عيالنا وفي نفس الوقت يتعلمون أن للصائم فرحتان فرحة الفطور وفرحة لقاء رب العالمين في الجنة إن شاء الله تواجدين هنا نشوف شوي من تراث وطننا شلون قبل كان شلون اعتمادهم على المدفع يعني تواجدنا هنا بسبب رغبة الأطفال هم اللي كان يعني شغفهم حبهم أنهم يبونوا نشوفون شلون يعني هذا الشي القديم حضارة تراثة شلون يعني كانوا عاشين عليه أنا جاي مع العائلة عشان طالع مدفع الأفطار ونراوي العيال كيف كانوا أجدادنا يعتمدون عليه ويعني نستمتع بالأجواء مالة المدفع الأفطار شلون يعني مع عيالي هني اليوم عشان نشوف المدفع الأفطار وعن عادات وتقاليد قبل وشلون يعني عيالنا ما شفوا هالشي يبناهم عشان يشوفون ويتعلمون ويعرفون عن التاريخ البحرين قبل شلون ونظرا لتواجد المواطنين والمقيمين لمشاهدة مدفع الأفطار تحرص وزارة الداخلية على تأمين منطقة مدفع الأفطار بالشكل الذي يحفظ أمن الجميع مع ترك مسافة أمان من خلال وضع حواجز حديدية في الموقع لضمان سلامة الجمهور مدفع رمضان هو الموروث الشعبي الذي لا يزال صامدا منذ الثلاثينات من القرن الماضي اعتاد البحرينيون على سماع طلقاته المدوية معلنا موعد الإفطار إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين